بصورة عامة نحن نحكي على فرش الأسنان وأنواعها الفرش الأسنان هي تقسم إلى ثلاثة زين عدنا السوفت اللي كلش ناعمة ميديوم والميديوم اللي هي وسط والهارد اللي هي خشنة زين السوفت احنا دائما يحتاجوها أهل التحسس والأسنان واللي كان عندهم التهاب باللثة ننطيهم هاي الفرشة فترة من الزمن إلى أن يروح هذا التحسس والالتهاب هذا يقل بعدين نتحول إلى الفرشة الثانية اللي هي الفرشة الوسط هاي من يحدد هاي احنا نحددها طبيب الطبيب الأسنان يحددها حسب حالة أسنان المريض زين الفرشة المتوسطة هاي احنا نستعملها بالحالات الاعتيادية أسنانك ما بيها تحسوس لثتك زينة فهاي نستعمله هي كلش مفيدة بإزالة طبقة البلاك الموجودة على سطح السن الأخيرة الخشنة طبعا هاي الخشنة أنا نهائيا ما أنصح بيها صراحة الأكثر المرضى زين اللي استعملوها اللي عندهم طبقات ما تجير كلش قوية اللي عندهم تصبغات قوية بالأسنان فهاي يستعملوها بس لازم يستعملوها بكلش بحذر لازم ما يصير بيها ضغط ما يصير بيها كونتاكت هي اللثة على مدى ما تخدش سطح اللثة وما تجرحها نعم القوية هذي الخشنة موزنة الخشنة أنا ما أحبها صراحة أنا ما أحبها دكتور إذا شوي نحك عن الأسنان اللي منتها ضعيفة نعم وما اللي جاءوا إلى طرق أخرى مثل الابتسامة أو غيرها شون يتم العناية بها؟ عناية تقصدش بالابتسامة لا بالأسنان الطبيعية بالأسنان الطبيعية اللي هي المينة ملتها ضعيفة ملتها ضعيفة أكو الفرش الأسنان ملعافة إلى أكل ناعمة أكل الألترا سوفت أو الأكسترا سوفت أو السوبر سوفت هاي السيغب بعد كأنهما لأطفال كلش ناعمة يعني كأنهما أطفال بس أكبر شوي أي وشعرها كلش ناعم هاي ما حتسوي ضغط على سطح مال السن على المينة على موت خدشة زيب هاي بالنسبة للفرشة ممكن نستعمل وياها الخيط المائي جهاز الخيط المائي وهذا جديد بالنسبة لنا حكينا على الشرات اللي نزلت جديدة حلو الخيط المائي هذا جهاز كلش مفيد لأكثر حالات الأسنان جهاز بمضخة مال ماء صحيح وموجود صالة سنوات موجود بالضبط نعم بمضخة ومثل النوزل صغير هذا النوزل راح يدفع الماء هذا ممكن على مود يصير شلون على مود لا يخدش شلون أو يسوي مساج للأثة وبنعومة يوخر طبقة البلاق بين الأسنان ليش نشوف أكوناس يعني يعتنون بأسنانهم بانتظام ومحافظين على ما نقول زيارة الدكتور يعني ما نقول كل ستة شهر نعم نحن بعدنا مواصل هذه المرحلة من الحب لكم يعني حتى نجيكم كل ستة شهر بس يصمتهم حالات تسوية سهوية توصلهم مرات إلى مثلا حشوة الجذر هذه تعتمد على أسباب جينية جينيا بعض الأحيان الأسنان تكون ضعيفة طبعا تعتمد على تخذية الأم أثناء الحمل يعني نحن نرجع لحد تخذية الأم أثناء الحمل من جابتها أثناء الحمل مع الطفل والطفل بعدين إجيه وشون من البداية شون اعتنينا بالأسنان الطفل أول ما طلعت هذه تعتمد بالنهاية على بالأخير على الاعتناق بالأسنان من يكون شبير يصير تسوس أو يصير التهابات أو الأسنان حساسة طبعا تخذية الأم لازم تكون غنية بالحليب لأنه غني بالكاليسيوم لازم يصير أكون مثل الروتين ما الفلورايد يكون تاخذ بس طبعا مو فلورايد أكثر من نسبة معينة على مد هاي المواد الكاليسيوم والفلورايد تدخل بتركيب الأسنان ما الجنين وصير أبو